تحولت السعودية من وضعية الهجوم على مواقع وتحركات الحوثيين إلى الدفاع عن مطاراتها ومنشآتها الحيوية حيث باتت ميليشيا الحوثي ترسل طائراتها المسيرة وصواريخها الباليستية بشكل شبه يومي مستادفة مواقع حيوية وأعيانا مدنية في العمق السعودي في آخر هجوم حوثي على المملكة قال المتحدث العسكري باسم الميليشيا إن سلاح الجو المسير التابع لهم نفذ هجوما بسبع عشرة طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين مستهدفا مصافيا شركة أرامكو في جدة والجبال ومواقع أخرى في منطقتين خميس مشيط وجيزان لكن التحالف أعلن من جهته تدمير صاروخ باليستي وست طائرات من دون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتبر التحالف هذه الهجمات محاولات عدائية متعمدة لاستهداف المدنيين فيما قالت شركة أرامكو النفطية إن السعودية سترد في أقرب فرصة ما تتعرض له السعودية بعد ست سنوات من تدخلها في اليمن إشارة إلى أن حربها تلك أخذت منحا آخر وفق مراقبين فإن السعودية هزمت نفسها بعد أن تبدلت أهداف التحالف الذي جاء من أجل دعم الشرعية في اليمن إلى السعي لاحتلال مناطق يمنية ولتحقيق أطماع استراتيجية باتت السعودية إذن تتلقى صفعات كثيرة من قبل الحوثيين وتكتفي غالبا بالإعلانات المتكررة بتدمير المسيرات الحوثية والصواريخ الباليستية بالمقابل تغامر ميليشيا الحوثي في التصعيد دون أن تكترث للعواقب والتداعيات إذ تدرك أن بعد كل هجوم حوثي تتلقى صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية سلسلة غارات جوية يدفع ثمنها المدنة